دكتور شريف جدا كده مدى رضا المواطن المصري عن ما تحقق حتى لو في ملف الأجندة التشريعي لأنه في الآخر كله بيصب في حياة المواطن أنا أتحكت لأ أنا أتحكت عشان بيصب افتكرت بيصب في مصلحة المواطن اللي كل الناس يعني شغال عليه كل ما يزودوا حاجة يقولك دي تصب في مصلحة المواطن لغاية لما حد قال لهم كفاية صب في مصلحة المواطن طيب يعني المواطن لازم يحس بمردود سياسي تشريعي اقتصادي لا بجد حقيقي يعني يعني أنا لما أقعد أنا حتى كموزيع أنا ممكن أبقى حاسس بأن أنا مش مبسوط يعني أنا أعمل أتكلم في قوانين وتشريع وحاجة كات يمين وحاجة شمال وحاجة تتسع لتفسيرها إيه وحاجة تستقر في عقيدة المحكمة إيه المواطن وصل لإيه هل حتى في هذه الأجندة قلصت إجراءاته دخوله وخروجه من المحاكم بقى أسهل العدل بقى ناجزا بسرعة أكبر مش العدالة البطيئة اللي بتوشبه يعني العدالة أصلا إيه تقييمك العام قبل ما أخش في التفاصيل التقييم العام إحنا بنسبة كبيرة قوي زي ما إحنا لأن دي مش مشكلة نظام ولا مشكلة قوانين بقدر ما هي مشكلة فرض وأداء مجتمعي يعني أنت حياتك بتقولي الأضاية تقلصت لا الأضاية ما تقلصتش الأضاية بتزيد إجراءات التقادي زي ما هي وبتزيد ولسه لغاية النهار ده المنهاج اللي احنا شغالين عليه طول عمرنا هو هو يمكن فيه سرعة في القوانين اللي بتسنى مكان زمان لجمة إصلاح التشريع بتاعتنا والبرلمان بيطلع قوانين جديدة وبتطبق وبيصدر بها القرار الجمهوري والآخر ونهما زي ما حياتك بتقول مرضو ده على المواطن لا ما زال لغاية النهار ده اللي بيروح يعاور نفسه وعمل محضر ضرب في الاسم عشان يحبس واحد واللي بيروح يضرب وصل أمانة عشان يشترك واحد نفس الممارسات واللي بترفع عضية طلاق ولا عضية نفقة تقعد في المحكمة سنتين على ما نسرف لها 100 جنيه ما هو ده نفس يعني نفس الإجراءات وبنتكلم بالمتضادات يعني نقول إيه إن الإجراءات القانونية بتاخد وقت لحماية حق المتقاضين إنه ما يبقاش عليهم افتقات أو يبقى في ظلمة أو توفير سبل الطعن الكافي وزي ما أنا وإنت كنا في حلقات كتيرة عدنا نضحك على مثلا محاكمة حبارة اللي كان بيروح كل يوم محكمة الجنات محكمة النقد محكمة الجنات محفقة حكاة وحرصة مشددة وتكلفة كبيرة الله ينعر عليك عشان أوفر العدالة النائية دي لها ضريبة اللي هي الوقت والمصروفات يعني أنا النهاردة عندي متهم في قضية إرهاب زي ما حتى بتكلم عن قانون إرهاب مثلا كان زمان بيقضى ضده بيروح محكمة النقد محكمة النقد بتنقض الحكم بترجعها لمحكمة الجنات تاني بعدين بيعمل ياخد حكم جناي تاني يروح محكمة النقد نقض في الرحلة دي أربع خمس سنين الوقت يتقلصت بقت محكمة النقد بتتصدى للموضوع من أول مرة بس برضو وإجراءات القاضي والاطمئنان وطرح سماع الشهود من عدمه بس في الآخر أنا ما زلت برضو ما خرجتش من عنق الزجاج برضو نهاردة ما زلنا الأضاية مكدسة في المحاكم حل إن حتى الأجازة الصيفية تلغت بالنسبة لأغلب الدوائر يعني الجنات شغال المستعجل المدني الأسرة يعني كله شغال ما بقاش زي زمان ثلاثة شهر الصيفة والآخر بس هي بقت مشكلة أفراط أنا عايز أقول لحضرتك النهاردة في حالات كتير جدا من يعني من الوقائع أو الجرائم اللي ما فيها يعني دولة طرف فيها أو المال العام أو بتخلص بأعداد عرفية وأعداد صلح والناس تروح تتنازل وأو الأخر وتيسيرا عليهم من الإجراءات آه أعد سنين طيب هل دي مشكلة تشريعها؟ ليه؟ لأن أنا بحط القانون بحط بغير قانون العقوبات مثلا بابقى محتاج وأنا بغير قانون العقوبات أغير قانون الإجراءات آه اللي هو إجراء تطبيق قانون العقوبات على المتحدة تكميل آه ما يجأ غير القانون مدني أبقى محتاج غير قانون مرفعات أو أعدل في القانون مرفعات طيب ليه ما بنعملش كده؟ ما دي مشكلة كبيرة يا دكتور ما بعملش كده أنا زي ما قلت حياتك ما فتحنا القانون للعقوبات بتاعنا من سنة 23 طيب ما إحنا دلوقتي يا دكتور بس أنا عندي مشكلة كبيرة دلوقتي أعيز أفهم إذا جاء الخير وعمى في كل ربوع مصر ولم يصل إلى المواطن البسيط الخير الاقتصادي الخير السياسي الخير في مكانة مصر دوليا الخير في السياحة الخير في القوانين يبقى إحنا استفدنا إيه؟ يبقى عملنا إيه؟ يبقى غيرنا إيه؟ شوف أنا بحاول أهربا وإنت اللي بترجعني برضو المردود اللي حضرتك بتتكلم عنه لن نشعر به ما لم إحنا نفسنا نتغير أنا هاي لقول لحضرتك حاجة القيادة السياسية أو السلطة في الدولة لما بتيجي تحط القوانين إحنا أنا كم مرة كنت معاك هنا وهاجمت البرلمان ليه؟ إديني ملموس أنا كمواطن أو لحضرتك بالقوانين اللي قادة تنزل كل يوم دي إنت حسيت بتغير بالقوانين؟ النهاردة أنا عندي اللجنة تشعيف في البرلمان ومن وراءها البرلمان سن القوانين بقى لنا ثلاث سنين هون إديني القانون واحد له مردود إيجابي على الشارع في تنفيذه مش في إصداره والحقيقة أحيانا إنت إصدارت القانون وأنا سقفت له إديني بقى في تنفيذه للناس ما فيه يعني أنا برضو من ضمن الحاجات اللي بتعجب لها وحضرتك يعني قامة قانونية لا يستهان به يعني لما تبقى اللجنة المكلفة بمراجعة بيان الحكومة بتصدر توصياتها ومن ضمن هذه التوصيات أن تناشد الحكومة بإصدار تشريع للتخفيف بفلوس أقل على سرعة تسجيل العقارات يعني البرلمان هو اللي بناشد الحكومة هو دور مين اللي يشرع هو إيه لا اللي هو رقيب عليه وبيسحب الثقة من الحكومة ويقول له أنت كحكومة وهو اللي بيشرع المفروض مش الحكومة وإحنا يعني يعني أنا في تعديل على قانون مكافحة الإرهاب كانوا بنقشوه مغريب ده ما هو معمول ما هو دلوقتي كان القانون مكافحة الإرهاب احنا عندنا كان مر بمراحل وكتنا ناشدت من فترة كده باستخراج القانون اللي كان معد باللجنة اللي كان بيرقصها المستشار سرس يوم وقعد في الأدراج سنوات طويلة وبيعد يعني تنقيحه تاني ولكن هي بس أنا عايز أقولك حاجة برضو احنا ما زلنا بنخلط ما بين قانون مكافحة الإرهاب اللي بتقوم بيه الدولة أيوة مع الجهات الإرهابية أو مش عارف داعش أو جبهة النصر وما بين قانون البلطاجة وقانون الأسلحة والزخائر وقانون القوانين الداخلية يعني ما هو النهاردة كنت بسميها إرهاب قبل كده بالضبط كده ما كانتش شكل قنبلة وامتجار وناس كتير تموت فهو ده اللابس اللي الناس سألت لك أو أنت كل يوم قانون إرهاب لا ما هو ده غير ده يعني فيه وده اسمه إرهاب وده اسمه إرهاب كان دلوقتي بقى فيه هو طبعا هي فروع من قانون العقوبات قانون العقوبات قانون البلطاجة تعديله ثم ليحت الإرهاب اللي قالك ده هي مشتقة من قانون الطوارق ما هو تطبيق حالة الطوارق يعني إيه يعني الاستغناء عن القانون العادي وتطبيق القانون الاستثنائي فين هو القانون الاستثنائي ليحت قانون الإرهاب وبعد كده القانون العام هل معنى كده أن هذا القانون يتوقف العمل به فور العودة عن حالة الطوارق آه طبعا لأنه قانون استثنائي إيه الأهم الملامح التي تعدلت احنا عندنا في القانون مبدأ ان الخاص يقيد العام اه طبعا طبعا فحينما يوجد نص خاص يتعلق بحالة معينة ايا من القوانين العامة بتعطل طبعا طبعا طيب بس برضو انت هرجع مع حضرتك للمردود انا حضرتك كمواطن ملناش دعب الموضوع اساسا ولا الشارع ولا اخر اهو خاص بالكينات الارهابية سواء في التعامل معها امنيا او ماليا سواء نتحفظ او محكمة الاموال وال تترقب الوصول والاخر من الاجراءات او دي خاص بيها متعمين معين في اعضاها معينة اه وقلنا مرارا وتكرارا ان الجريمة الارهابية او الواقعة الارهابية قد تكون متعددة الجنسيات وهي جريمة دولية لان قد يكون خط تطلقها في دولة تانية وتنفذ هنا او خط تطلقها هنا وتنفذ برا او تخط تطلقها خارجا وتنفذ خارجا بوسطة مصريين اي او كله تعمل هنا بس التمويل جاي من برا او ده جزء من الجريمة فكل ده محتاج نص ومحتاج تشريع معين وفي نفس الوقت يكون مطابق للاتفاقيات الدولية سبت يكون في تعاون قضائف ده انت عندك اتفاقيات دولية بتلزمك يعني انا النهار ده مثلا مثلا عما اشوف واقعة واحد متهم ارتكب جريمة هنا في مصر ولو هرب على بوظبيا او دبي هعرف اجيبه عشان الاتفاقيات انما لو راح قطر او راح تركيا او راح مش عارف فين انا مش هعرف اجيبه عشان اتفاقيات دولية لا ما فيه المفروض برضو ان القانون الدولي بيلزمه بيسائل الدولة اللي بتحتاج ارهابيين بس انت بتقول لي مين وانت اكبر دول العالم راعية للارهاب زي يعني فوجة ناظر انا انجلترا انجلترا من اكتر الدول او من اكبر دولة اول دولة اوت الاخوان المسلمين من الستينيات واما قبلها والهايت بارك يشهد والسجون والمدارس والحاجات دي الله ينقل عليك فبالتالي احنا هنتانينا سيد اهاب لو انا وحضرتك تقابلنا ان شاء الله سنة 3018 برضو هنحكي في نفس القصة لان هي مشكلة بشر مش مشكلة قوانين لو غيرت القانون الانسان مش هيتغير بس لو غيرت الانسان كل حاجة هتتغير الدولة هتتقدم وهتنجح الانتاج بتاعنا بدل ما انا بشتغل علشان ارضي مرؤوسي انا بشتغل علشان ارضي ضميري وانجح وارضي ربنا او عشان ابقى منتج ولك في ذلك شواهد مش هنقض نقول اصل السين واصل كوريا الشمالية واصل كرواتيا لا حتى في اي انت لسه بتتكلم عن الضيف الفاضل قبلك في السياحة انت انا هكلمك عن الاردن وهذا مش خصاص السياحة بس في عجالة الاردن 3 مليون مواطن منهم مليون مصري ومليون فلسطيني ومليون اردن سياحيا انت فوق مصر وهي بلد صغيرة وكان بيتكلم قبل بحاجة الميت والباترا قالك المكان بتاع معمودية الساد مسيحكم يكلم عن السياحة الدينية فقالك 4.5 مليون زائر السنة اللي فاتت فبيقول انا كنت حزين على بلدي اللي مليئة المتروح المارتس اللي هو اللي هو بي كان حتة اسمها المارتس في الطريق للبحر الميت الوكتوبسات بتنتظر بالساعات عشان الدول تقدر تدخل اللي هو مكان مهر الاردن والحدود مع اسرائيل وبرضو الباترا يعني هو ده هم ناس اي في اي حتة قدر يستغل طاقاته وامكانياته سواء بشرية سواء مادية سواء طبيعية ربنا خلاها عنده ويدري وجهها صح وينجح صحيح تمام فعلشان كده احنا مش هنلاقي مردود طب هل لو لو نجحنا في بداية وضع الدين على خطة ثقافية اعلامية تعليمية دينية لتنشئة مواطن مصري مخلص ومحب ومضحي ومحب مقابل للاخر يقبل الاخر ووطني بيقدم مصلحة البلد على مصلحته الشخصية مثقف واعي قاري هل ده يخف من على الملف القضائي والتشريع والقوانين والمحاكم يعني انا بشوف في حالات كتير من القضايا ناس كتير بتخش في نزاعات قانونية مدنية او جنائية بس طبعا لان ممكن يكون هما عندهم قدرة فكرية عالية او ناس على درجة من الادراك والامور انا محتاجين معا تعليم لان التعليم هو ده اللي هيغار الفرد بس التعليم مش هبوث النوية العامة اول سنة ولا تانية سنة هنغار النظام هنخلي العام زي الاي جي ونقعد نلف على زونة دي لأ تعليم انا بقونشق فرد انا بقونشق كام مش ان انا جيب لهم تابلت هما مش عادين على دكك التعليم انا بعلم الاب ازاي رب ابنه مش بعلم طفل فيقول ابتدائي ولا ابتدائي بعلم بعلم مجتمع بعلم بعلم بالقدوة يعني ايه بعلم بالقدوة يعني انا النهاردة مثلا لما الاقي حضرتك بتكلمني وبتديني محاضرة طويلة عاليدة في التقشف المجتمعي او الاداري كجهاز اداري وحضرتك موظف بتاخد من فلوس الدولة وتقول لي كلمني في التقشف الاداري وتديني محاضرة وانت لا تتقشف اداري انت بقى احنا بنهرج انت بتوعزني في ايه هاخد كلام حياتك من هنا اطلعه من هنا هيترسخ اكتر في داخلي يستقر في عقيدتي بقى ودي جملة قانونية انه الكلام اللي بتقال في التلفزيون شيء والحقيقة دي شيء العربيات والفلوس والمكاتب والخبر والمستشارين اكمل الف خبير اللي بياخدوا ارقام قد كده وكذا الف مستشار بياخدوا ارقام بيعملوا ايه بيعملوا ايه وانت في زمن لن يستمر فيه او ينجح الا المتميز في عمله يعني العبرة هنا بالتميز يعني تكتهد يعني اللي بيشتغل يبقى بنا ادم عشان ينجح علشان يستمر بلاش انه يتفوق عشان حتى يستمر ايه ولازم يبقى فيه منهج الحياة ولازم يبقى فيه بيئة انا دايما بتكلم على ده بتكلم بقول مرحليا عايزين مصر تبقى دولة اللي بيكتهد وبيخلص فيها يلاقي نفسه تطور جدا في مستوى معاشته عن اللي بيسرق وعن اللي بيفسد واللي ماشي على الفهلاوة واللي الله ينور على حياتك انا استوقفتني من اسبوع يعني خانينينا قبل ما اتكلم على التصريح عزيز السيدة محترمة جدا انا عرفها معرفها شخصية سيدة فاضلة وناجحة بس اما اقول ان فيه احنا بصدد تعديل في القانون الخدمة المهنية بعدم شبه عدم توريس الوظائف لمن ابناء العاملين في مجاله يعني اما اقول ان حضرتك مثلا بتعمل في وزارة البترول فما ابنك هياخد استثناء انه يعمل في وزارة البترول خدت بال حضرتك انا بالغي ده وبالتالي لا يطبق النص هنا يطبق اللي بيشتغل في وزارة البترول ابنه ما يشتغلش في وزارة البترول مضبوط هذا التصريح بهذا مشروع القانون وانسن القانون تعظيم سلام بس اقف بقى وحط نقطة وجاقول هل انت طبعه كل ولا بقيت النقطة بقى اللي هو ايه ما عز تسناء ابناء الشرطة وابناء القضاء قانون خدمة المدنية اللي استسننة منه كل الفئات ففرغة من مضمون تحكي على مين يعني انت القضاء والطيارين والدكاترة بالضبط كده يبقى انا خليت مين يبقى انا كده ما وصلتش للحل يبقى مش هحل لاني مش قادر اواجه المشكلة ما هو يا أستاذ إيهاب الحل دائما ان تعرف ما هو الداء وتاخد القرار لمواجهة الداء ايو وبعدين تبتدي بقى صح انما انت عارف وساكت خلاص يعني تشخيص حقيقي ما عندكش ونية المحاربة وبعد كده نية التغيير وبعد كده الخطوات بقى وتبتدي تغير انا يعني انا مثلا عايزة اقول حاجة اما بتيجي تشوف حضرتك يعني كفرت الملاحقة القانونية للرقابة الادارية وكثرت حالات الضبط ومحافظ المنوفية ونائب مش عارف مين هو ومدير الجمارك يعني كل يوم لسه اللي لسه مترقي بعد شهر لا وتعالى عندنا ده ده اللي بيعلن لا 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 يقال ليك محكمة الجنات وعمر الاحالة والنيابة كل يوم طبعا لان في موقع ما بين انك توصل لك شعور يحبطك يقول لك ده ايه ده كله بقى فاسد لا السؤال بقى هنا طيب الضبط ده هل ده بيعالج بنسبة كبيرة لا يتخطع 20% من العلاج ليه لان العلاج هو العلاج الوقائي اننا ما تنلعش مجرمين تانين أنا عندي رصيد اخلاقي مجتمعي ديني ان انا ما عملش كده بس هو النهاردة هو مبرره ايه طب وانا مش لاقي ما اسم المرتبات ضعيفة ما فيه تفاوت ما فيه واحد بياخد ما انا دول عايشين كده وانا ما باخدش صح والحرامي مش اللي بيسرق الحرامي اللي بتمسك طول ما هو ما تمسكش فوراهم الكويس يعني خدت بالك اصبح ده الفكر الساد فطول ما تمسك ناس الموضوع مش هيتحل طب عندي نقطة مهما تضبط من درائم بما ان حضرتك طبعا معروف انه مسألة المواجهة دي عاملة زي مواجهة الارهاب بالسلاح ده انت بتواجه اخر حلقة فيه بصيف انت لكن انت بتصنع ارهابيين جدد لو ما كنتش تصلح الفكر وتصلح الممارسة وتدي امل في الحياة وتدي له فرصة يشتغل وياكل ويامل اسرة بزبط انت يعني عايزة اقول له حضرتك اربع مخرومة بتخر مية وانت هاتتم لاها يطلع بقى اللي يعمله ما يتمسكش او يتمسك تاني اه اه بتؤدي الحرص اكبر درجة اكبر من الحرص كان معانا الدكتور استاذ الدكتوراهو ده راغب استاذ العلوب السياسية الشهيرة من يومين وكاننا برضو بتتكلم عن حتة الفساد دي استوقفني جدا ان هي قالتلي وهذا الرجل له تاريخ وهذا التاريخ معروف وهذا الرجل تم ترقيته لمدير مصلحة الجمارك من شهر تمام قلت لهم اهو حاجة من الاتنين يحنا عارفين يبقى فيه مشكلة كبيرة عارفين وجايبينه يحنا مش عارفين يبقى برضو فيه مشكلة كبيرة مع كل هذه الاجهزة الرقابية اللي موجودة احنا بنقول بنعاني من انه الكفاءات مش محطوطة في اماكنها لان الاختيار مش مية في المية للكفاءة قد ما هو لحد مثلا امنيا كويس سمعته وكويسها مرضي عنده شكل علاقاته علاقاته ظاهر اكتر طب ممكن تحليلي المواضلة ده طيب انا عشان عندي مواضلة اصعب لا بقى خلينا اتكلم في يعني في قضية الشخص ده طب اثير بقى حاجة متضاد اللي حياتك بتتكلم فيه بتاع الجمالك انه هل هو خطأ اختيار ولا هو بقى مجرم بعد ما يعني كان كويس بعدها باسبوع بعدها باسبوع طيب ما رأيك فيما اثير انه هذا الرجل وخرج كثير من المدافعين عنه من داخل حقل الجمالك واللي بيعملوا معاو بيقولوا ان رجل شريف وان وقعت ضبطه دي جات بعد يومين ثلاثة او بالكتير اربعة ايام من ضبط الالف وخمسمائة تن مخدرات يعني يعني احنا مازلنا بنعمل بالطريقة دي في رأي حضرتك لا انا بقول لحياتك خبر وحياتك بقى رديلي عليه وده معناه ان يا هي الموضوع موضوح تان يعني انت مسكت حاجة لحد فبيردها لك يعني انت خدت بقى حياتك ومع بقى برضو يعني خلينا نتكلم احاكلمك بقى قانونية طيب اضاء الرشو هو ممسوك برشوة القانون عندنا بيعفي الراشي او المرتاشي او السوري الراشي او الوسيط في حالة الابلاغ بالمادة 107 ووالاخر وقالوا ان في تسجيلات وووو الاخر بدون نخش في تفاصيل يعني تطلع قضية بتاخد براءة يبقى ايه اجراءتك بطلة والراجل ده نظيف ولا الراجل ده مزنب وانتو معرفتوش تقفلوله القضية كويس فالراجل خب براءة ولا ايه الحكم عنوان الحقيقة اللي خب براءة ده ما عملش اللي خب براءة ده هو باقي تمام بحكم حكام نهائي بات طب يبقى انتو معرفتوش تقفلوا القضية ولا انتو كنتوا اساسا ظلمينو انت خدت براءة حضرتك اصبح انا النهاردة بتعامل مع اي قضية بشوفها مش بمنظور القانوني او منظور المحامي او المنظور اللي بيبرأ الناس او بيودينهم لا يعني اللي بتخض ليه لان في الاول وفي الاخر بنشوف اضايا وبتبقى يعني بنشوف اوامر الاحالة وتحس بامر الاحالة ان ده اعدام الله ينر عليك والمحكمة تنهيها يعني بحكم براءة مسبب انه ما فيش الكلام ده خار طب ايه احب اعرف رأي حضرتك في برنامج الحكومة اللي قدم من دكتور مصطفى مدبولي قدام مجلس النواب من عدة ايام لا ما اطلعتش علي يعني ما ما تابعتش تفاصيل ليه بقى لان انا برنامج الحكومة الفعلي يا استاذ ايهاب او اللي يرديني هو اللي انا المسه في الشارع مش هشوفه في بيان تلفزيوني اه مش اللي انا اقوله كعنوين برنامج الحكومة هو اللي المفروض انا واللي ما عندوش تلفزيون والامي والجاهل والغير قادر هو ده اللي يحسه برنامج الحكومة مش المفروض انه يلتمس برنامج الحكومة المثقف اللي قاعد بيناقش وبيحلل تقرير السادة الرئيسة الوزراء طيب هل انا بقى سؤالي لحضرتك ايه كان رد البرلمان على الرقابي على بيان الحكومة ايه كان رده ان هما طالبوا بأسقف زمانية وخطوات للبرامج دي مش مجرد العموم حسبتهم لما تم في الفترة اللي فاتت للدكتور شريف اسماعيل من ايجابيات والسلبيات يعني عملوا ايه ما عملوش في رأي حضرتك حاجة لا لا ده انا بسأل حياتك انت مطلع اكتر مننا انا راجل قانون وباس لا لا انا مش مطلع مش مطلع ولا حاجة بس انا عندي تصريح للمستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اللي قال ان وفقة المجلس على البرنامج لن تكون سكة على بياض للحكومة بمعنى ان هيبقى في حساب احنا ما شفناش اي حساب الفترة اللي فاتت انا دلوقتي مقياس الرسمة عندي منهج ومسلك البرلمان او المجلس التشريعي الرقابي السلطة التشريعية في مصر من يوم ما انتخبه خدت بالحضرتك ايه للوزارات المتعاقبة اللي في التلات اربع سنين اللي فاتوا كان دكتور محلب على ما اعتقد ايه ثم دورتين الدكتور شريف اسماعي عشر على عشر ما فيش حاجة كفئهم وقول الحكومة في طفرة وفي انتاج وفي انجازه وعملت واوة والاخر وان ما جاء من تعويم الجينية ومن النظريات الاقتصادية ومن 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 ده فعلا يصب في مصلحة المواطن وصب فعلا وجاب نتائج يعني مقمولة واحنا شايفينها خدت برحضتك ردق ما هو انت ممثلي مين البرلمان ليس الستمائة عضو البرلمان دون مليون اه موت مليون بزرحض تيجي بعد كده تسقف الحكومة والبرنامج جاء ونقول ده مش سكوا وتبرافوا عليكم وخلاص طب جاي تشتكي ليه لا هو الحقيقة التسقيف اصبح العزل النهاردة ودي انا عايز اعضحها ان هزو الستمائة شخص دول لا يمثلوا الميت مليون البعض السلوكيات الصغيرة من حياتك ذكرت التسقيف يعني او الترحيب التسقيف العارم اللي قبل بيه جملة لرئيس الحكومة هو ان انا مكتبي مفتوح ليكم عشان نناقش مشاكل المواطنين تسقيف عارم اللي هو يعني ما يعبرش عن حد بيرائب او بيحاسب او عنده الثقة او عنده القدرة انه يسحب الثقة قد ما يعبر عن فكرة المان اه فكرة انه بيامن اه مشكلتك ايه وانا حلها مهودة خليني اسألك على حاجة تاني تخص المجلس عشان ما تكلمش فيه تاني ويفضل لي سؤال عن قانون الاجراءات الجنائية اللي بنحكي فيه بقالنا سنين دلوقتي واللي الناس اتصدمت من الطريقة الرئيس ساعة المستشار الشهيد شام بركاتله وتفتكر حضرتك طبعا طبعا والطريقة الحاسمة اللي تم التوجيه بيها من القيادة السياسية بالتعديلات المطلوبة علشان العدالة تبقى ناجزة وسريعة وا 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 وحادتك تقول لي لغاية دلوقتي حصل فيها ايه طب ما تقول لي في القصة دي من اننا قلناها بدل ما نحكيها تاني التعديلات اللي طرقت على قانون الاجراءات الجنائية بشأن تسريع الاجراءات بشأن تسريع الاجراءات للعقوبات يعني انا شايف ان هي حققت من المرجو منها بنسبة 60 او 70% لم تصل الى 100% وتفريغ الدوائر الخاصة للارهاب وكده اقدرت كده ولا بعد كده في النقض والبتاع تروح لدوائر عادية فبرضو نتحدف تاني يعني يعني اصلاح حضرتك او المجتمع هنا بيسأل سؤال هو اعلم اجابته لانه شايفه اه يعني انا انا بترافع في قضية احداث مجلس الوزر اه ده من المستشار ناجيش حاته احنا قدنا سنتين نترافع مزبوط ال196 متهم حلق المجمع العلمي او الاخ او ده في النقض النهار ده لسه متحدد لها جلسات بداية جلساتها في شهر ده لسه كان فيه طالبين شهادة فيها من يومين لا 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 مفيش من يومين ده هي المحكمة حكمت محكمة الجنات بقالها اصلا كانوا طالبين شهادة برضو كان بيتكلموا على احمد دومة وكده وكان عندي خبر ان كان فيه وزير الداخلية ساعتها كان اسمه محمود وجدي او حاجة زي كده كان بيدلي بشهادته في القضية دي برضو ده يمكن ده نقض احمد دومة انما نقض باقي المتهمين خدت بقى لحضرتك ده لسه في شهر 9 او في شهر 10 يعني الامر الامر متحدد حتى المتهمين بتوع المستشار اللي ارحمه كشام بركات اه انا اعتقل معلوماتي انه لم ينفذ للحكم الاعدام لقد دلوقتي واحنا بقالنا كم سنة احنا داخلين في ثلاث سنين او اربع سنين تمام في يعني عمليات حثيثة وفعالة على تسريع القوانين بس النهاردة تاني انا بقول لحضرتك ما سنة من قوانين من اللجنة التشريعية وبالتالي من البرلمان لمس المواطن ايه ايه مرضوده طب اخر سؤال بالنسبة بالنسبة لاجراءات الجنائية مرضوده علينا كمتعاملين في القانون نوعا ما زي ما قلت حتك بشكرك دكتور شريف نورتنا نورتنا شكرا جزيلا دكتور شريف أديبي المحامي بالنقضة والدستورية العليا بشكر حضرتكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة ويوم الحد ان شاء الله حلقة جديدة في النور تسباح وعلى خير في النور الحقيقة داني اشتركوا في القناة